موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام وننتقل بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة بشأن الأوضاع في محافظة نينا وحيث تشهد حالة من الغضب الشعبي فيما قام محتجون من ذوي ضحايا عبارة الموصل بطرد رئيس الجمهورية برهم صالح الذي حضر لمكان الكارثة كما وقام آخرون غضبون برشق سيارة محافظة نينا بالحجارة وترديد هتافات وصفوه فيها بالفاسد لنتابع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بالحكومة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونساء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونساء الله والحضر اشتركوا في القناة 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 ونساء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العدد لأن كل شخص له مبلغ معين ألف أو ألف وخمسمائة دينار عراقي ما يعاني الدولار واحد فهذا من الكارثة وضع الكارثة كبير جدا على أهالينا هناك في مدينة الموصل وزير النفط السابق وزير النقل السابق أكد بأن هذه العبارة وحسب معلومات الأولية لا تمتلك أي شروط مواصفات العمان ولم يتم إجراء اتخاذ أي إجراءات لسلامة المواطنين لذلك عندما قلت بأنه قتل مع صدق الإصرار والترصد فأنا أعني ما أقوله حقيقة في هذا العمر وهذا ما حدث في الفعل يوم أمس في مدينة الموصل لذلك يجب أن تكون التهمة هي القتل وليس الإحمال الأمم المتحدة طالبت بفتح تحقيق بشأن فاجعة غرق العبارة في الموصل وذلك بعد أن كشف الطب العدلي عن ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من مئة قتيل يعني هذه ما تطالبه الأمم المتحدة اتهمتم الميليشيات من قبل ورغم السيطرة التامة للميليشيات على المدينة هل ترى أن هكذا مطالبات ربما تأخذ طريقها لتسليم المسؤولين والمتسببين بهذه الجريمة للعدالة؟ هناك كوارث كبرى حدث في العراقي من خلال السنوات السابقة لم يتم فيهم الأيام تسليم أي مجرم إلى القضاء رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي اتهم حمايته بسرطة مصر في الزوية نوري المالكي إبراهيم الجعفري عبد اليدرين كل هؤلاء الذين حكموا العراق كلهم متهمون بقضايا كبرى قتل وتسليم ونهض كيف يمكن أن يتم تسليمهم للقضاء؟ الحقيقة من هذه الناحية ليس لنا أي أمل لا في الأمم المتحدة والقضاء أملنا الوحيد بالله سبحانه وتعالى وفي الشرفاء الموجودين في العراق لتخليصنا من هذه الزمرة الفاسقة وهذا ما حدث بالفعل اليوم عندما تم الطرد وضرب رئيس الجمهورية الذي نجى بعجوبه اليوم بعد أن حاصره المواطنين وقاموا بإطلاق العبارات عليه الفساد والسرقة إلى آخرية كذلك نفل العقوب الذي تم ضرب موقبه وقام بدحس مجموعة من الإعلامين والصحفين من ضمنهم الصحفي ليس الراشد الذي تعرض إلى حادث مؤسف ومصور القناة الموصلية وإلى آخرين من الصحفيين الحقيقة الحكومة المحلية والحكومة المركزية هم أساس هذه المشكلة وهم يدركون ذلك طبعا الحلبوسي أيضا رئيس البرلمان العراق وصل الآن ولن يختلف عن الذين يسبقهم الرئيس المهورية أو محافظ أو عادل عبد المهدي لن يستطيع أن يفعل شيء هم يستعرضون أمام الكاميرات بأربطة عنق فرنسية وعطور فرنسية وملابس إيطالية هؤلاء لا يهمهم المواطنين هؤلاء لن يهتموا بمن فقط أو من استشهد من أبناء العراق هؤلاء لن يهتموا في يوم من الأيام إلا بزيادة أرصدتهم وجمع موالين لهم لاستمرارهم في الحكم هؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي هؤلاء من أسدهم الأمم المتحدة والانتخابات المزيفة هؤلاء نعتقد بأنهم أساس المشكلة في العراق وأساس المشاكل كلها حتى في الشرق الأوسط هؤلاء هم تبع في دول الدوار ذلك يمثل الأجندة الإيرانية والآخر يمثل الأجندة التركية والسعودية وكلهم مشتركين في دماء العراقيين من الفاو إلى زاخو ولن نلتمس منهم أي خير ولن نتوقع منهم أي خير فهم شركاء في سك دماء الطال ونساء العراق وشبابها وهم من سبب بتهجير خيرة أبناء الوطن إلى خارج العراق وهم من يعملون ليلة نحاق من أجل تدمير العراق أو ما تبقى من العراق أخي دكتور سمير أعطيني جسر واحداً بناته للحكومة منذ 2003 ولحد الآن أعطيني مستشفى واحد تم بنائه من قبل الحكومة لا يوجد أي بنى تحتية في مدينة الموصل وكثير من المدن الأخرى لا يوجد جسر واحد تم بنائه نحن نتحدث عن خيتان الفساد والقتل والتنكيل والسرقة وهذا هو الوصف الوحيد لهؤلاء الشراثم الذين ينتمون إلى دول الدوار ويمثلون أجنزتهم في داخل العراق شكراً لك أستاذ زياد سنجري الإعلامي وصحفي العراقي إذن يبدو أن سمة الفساد والإهمال والقتل العمد ربما هي سمة التعامل مع مدينة الموصل من قبل الحكومات المتعاقبة هذه المدينة التي عانت ما عانت بسبب المعارك التي صنعت وبسبب الحدود التي فتحت وبالتالي فجع العراق بقتل الكثير من أبناء هذه المدينة ولسيما ليس آخره ربما غرق العبارة التي أدى إلى إزهاق أرواح أكثر من مئة إنسان يجب محاسبة المتسببين بهذه الفاجعة المهولة شكرا مكسبة المتسببين مكسبة مقابلة Fer definitions سمجمة للاحظة المتسببين سمجمة فجونا مكسبة مقجمة فجونا فش теперь اللعين بالنكاء اللعين هلس إذن تابعنا مشاهدين الكرام هذه الفيديوات التي عكست حالة الغضب الشعبي وتذمر على الحكومة التي يتهمها بالفساد إذ قام المحتجون من ذوي ضحايا عبارة الموصل وغيرهم من المحتجون الغضبون على السياسات الحكومية وعلى الفساد والإهمال الحكومي وعدم الاكتراث بأرواح العراقيين هذا الغضب شاهدنا كيف طرد أو قام المحتجون بطرد رئيس الجمهورية برهام صالح الذي حضر لمكان الكارثة بالسيارات المضللة وقام آخرون أيضا برشق سيارة محافظ نينوا بالحجارة وترديد هتافات وصفوه فيها بالفاسد كنا في تغطية لما جرى من احتجاجات غاضبة ضد السياسات الحكومية والتي قام بها المحتجون من ذوي ضحايا عبارة الموصل وغيرهم من أبناء نينوا إذن المشاهدين الكرام إلى تغطية أخرى نلقاكم في أمان الله موسيقى